عن التوبة البعض قد يقول يعني قد يعتذر عن فلان افترض واحد حارب النبي طيلت الحروب طيلت حاربه في بدر وأحد والخندق ثم استسلم وأسلم يوم الفتح مع الطلقاء ثم يعني واصل بعد ذلك الدعوة إلى النار والبغي وقال كلمة في أخر عمره قال كلمة خدع بها الناس فيقولون خلاص تاب يعني يأتون يقول أن التوبة قبل الغرغرة التوبة قبل طلوع شخص مغربها يكفي أن تتوب قبل كذا القرآن يخبر بعد هذه المعاصي بعد هذه المعاصي لأناس أفضل من ذلك الشخص ما هي التوبة ما هي التوبة التي يقبلها الله هذا ضروري أيضا لأن لها لها دخل في تاريخنا هذا يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما والله وضع شرطين للتوبة يعمل السوء بجهالة ويتوب من قريب هذا يجبع هذا الله أوجب على نفسه إنما التوبة على الله التوبة الواجب على الله التي أوجبها الله على نفسه ربما هناك توبة يتفضل الله هذا موضوع ذاني بس هذه التوبة أوجبها الله على نفسه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة هذا رقم الشرط الأول ثم يتوبون من قريب هذا يخالف الشروط الرخوة الموجودة في الروايات والأحاديث الأحاديث أتت إليها الإرجاء الإرجاء انتشر وأنه بسهولة تقول تبت في آخر يعني مثل توبة فرعون عندهم توبة فرعون أنا أظن لو لم يذكر الله أنه لن يقبلها لقبلوها فلذلك يقول الله عز وجل نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدن لهم عذابا أليما أيضا قد يموت شخص وهو يكفر ببعض الكتاب أو يكفر جملة وقد يؤمن الكافر ببعض الكتاب طبعا هذا النص حتى يجل على أن الكفر المقصود به الكفر النسبي لأن كيف يتوب على الكافر؟ الكافر إذا ما كان يؤمن ببعثه فلا يرجع لا هنا هناك في ضلال من دلالة على أي حال هنا يقول ليست التوبة للذين يعملون السؤال بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ونحن في تصوراتنا عن أن فلان تاب عند الموت وفلان تاب عند الموت حتى لو حاربني بطوال الحروب النبوية وقال كلمة في آخر عمره هذا ونأخذ منه الشرع بعد ذلك حاديثه ومروياته وفقها هذا يحتاج إلى إعادة معرفة المعايير والشروط التي وضعها الله للتوبة وأن لا نأخذها من ذلك التائب الكاذب الذي لا يقبل الله توبته فلذلك بعد ذلك طبعا ننطلق هذه بس كانت فائدة في الطريق لأنه قد يعتبر بأعذار لا تكون حقيقية